السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الدرس الخاص بالبريك تكتشر نتحدث في كل شيء عن البريك تكتشر هي الخصائص و كيف نغير في البريك تكتشر طبعا من احد استخدامات البريك تكتشر اما نستخدمها في الطايل او في الحائط طول ننشئ حائط وهنشوف كل الخصائص في الدرس هذا طبعا دعنا نبدأ ملف جديد في بلندر 3 اول شيء هنشئ اللي هنضيف ليه الماتيريال ممكن نذهب الى الشيدنج او ان ينضيف هنا لأوت هكذا بعد ذلك يكون في نيو ماتيريال طبعا مبدئيا هنا في الشيدر ممكن نسمي دابريك ده طبعا الشيدر العام البرينسبل هنا ممكن نضيف البرينسبل ان يكون واضح تكتشير اللي هي الصباح موجودة هنا اول تكتشير عندنا في الليست هي البرينك تكتشير سوف اوصل البرينك ولو ذهبت الى viewport shading او او هذا اللي عندي لو ضفت وليكن sun lamp هكذا هذا أيضا EV يمكن أن أغير Cycles Render Engine هذا GPU هذا كلام سريم جدا دلوقتي عندي ما هي الخصائص البركتكشور أول شيء كل جزء من ذلك كل برد ليه ويتس فهنا الويتس مختلف عن الهيط تريبا نضيع في نص وي 25 فأقول لنا لو وي وان الويتس والهيط وان وان فإذاً سيكون الارتفاع زي العرض فالتنين هكذا ده يكون عندي النتيجة الحالية المورترصيز ده اللي هو الخط اللي احنا زي شايفينه اللي نقول عليها المونة مثلا بين الفاصل ما بين الطوب وده لون المورتر وطبعا ده الوفست لو بونت 5 هيكون في نص المسافة لو 0 هيبدأ من هنا لو واحد هيكون تغيير طيب خلا نشوف اللون لان الثاني باللون الكلام باللون الثانية الثانية باللون الأبيض الثاني باللون الأبيض لاقينا أن نتيجة النهائية عبارة عن الوان متداخلة ولا هي بيور بلاك بيور بلو ولا هي ويت فاذا الوان متداخلة ما بين الازرق والابيض هكذا طيب ده كلام سليم ليه الالوان متداخلة مش لونين سابتين لان عندنا هنا البياس البياس لو ماينس واحد هيكون كل الوان اللون الاول اعتبرك كميكس فاكتور لو واحد البياس ده لو واحد هيكون كل الوان باللون الابيض اللي هو الكلر اثنين لو البياس ده صفر هيكون الوان ميكس ما بين درجات ما بين درجات من اللون الاول ودرجات من اللون التاني نريد ان نغير الروتشن دوران فنضيف كالعادة تيكتشار كوردنيت بنبحث عن COOR اول شي بيظهر مات تيكتشار كوردنيت ونوصله بالمابينج بيكون عندنا اظهر هنا البيكتور بنوصل البيكتور بالفيكتور ويوجد جنريتر جنريتر نود او الابجيكت الابجيكت هيكون الاسكيل اقل شوية نفس الموضوع لكن الاسكيل اقل لكن الاسكيل هيكون اكبر هنا كده التكتشار طولية وعرضية وفكور رأسي لو قلنا الروتشن حاولين نزد بهذا اتجاه هيكون هنجد ان فيه دوران لكن لو خمسة واربعين لو روتشن خمسة واربعين هنجد ان ده زي الفلور والارضية طيب ده كلام سليم وطبعا كل الفاكتور ممكن زي الاسكيل في الاسكيل في الاسكيل في الواي هكذا يمكن قول ده اتنين يكون بهذا الشكل لكن ده بنسبة لي الفلور طيب النقطة بقى التالية هي ازاي نغير خلا نقول ان ده بونت 5 طبعا واضح الافست هذا التأثير الافست الاسكواش اكيد طبعا واضح انها يكون لو بونت وليكن وان هيكون هكذا الصف التاني هيكون في اسكواش طيب النقطة التالية ازاي نغير الالوان طيب هنرجع اول شيء ده كده البلاك وويت هنرجع ده كده نقول ان ده ويت هنرجع ده كده البلاك ما انا نوي ان تكون الوان 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 فا ازاي نحصل على الموضوذة عن طريقة الويفلينس فاوضيف الويفلينس الويفلينس هكذا طبعا الويفلينس ينود بتاقبال ارقام من 2800 الى 8780 فعشان نحصل على هذه النتيجة هنضيف مسنود هنقول ليه بناستخدم المسنود حاليا طيب احنا نريد ان نوصل ارقام من 320 او 350 او 700 فاوضيف هنا الاد هنكون 400 وهنا الموضوع هنكون 300 اي الفكرة ده كده الوان الوان اي لون هنا ده كده نتيجة اللي عندنا حاليا بلاك وويت ده نتيجة الويفلينس اي لون ولكن بلاك يعني صفر هيجي هنا صفر هنضرب في 300 يعني صفر انضاف ال 400 يعني 400 ولكن بوينت 5 بلاك موضوع بلاك 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 نتيجة الوان بلاك بلاك revelation نصف الحادق نقام بمقادرة نقام بمقادرة نقام بمقادرة ن Hack نقام بمقادرة من المستقب хоть August ونقام بمقادرة نقام بمقادرة ونقام بمقادرة فصلنا الماتيريال فنقول ان الماتيريال هذه صفر ونقل الاسكيل ولكن هنا خمسة كأن هذه مكتبة هكذا ممكن نغير ألوان وجه هنا 200 وهنا 350 450 أو 450 هكذا ده بساطة استخدام الوافلينس مع استخدام البرينسبل بي اس دي اف اتمنى يكون هيدر سوفيد ونستكمل في الدرس القادم الحديث عن باقي التكتشرز في بلندر